السلام عليكم البنات كذيري لبساديكم كيف بقيتم زيان كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال البنات فيديو جديد معاكم فيديو غنشارك معاكم طريقة باش كننقي الحوت الفيف طريقة سهلة سهلة بزافة البنات وطريقة زوينة انا قلت علاش لما نشارك هاش معاكم وتعمل فائدة انتم كما تشوفوا معايا البنات طريقة زوينة 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 بزاف والسهلة اه يعني ما فيهاش اه ما فيهاش تمارة بزاف المهمة البنات اه انا قدي نكمل الحوت ديالي بالنقية ونكمل معاكم الشرح ديالا 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 ديال طريقة ديال شمو اللي دياله والطريقة ديالا ديال ديال حوت كاملة يالا ديالا 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 خليكم متابعة معايا الفيديو الان سوف اتشغل وجود افضل ان شاء الله استرمو لدينا تنزل القطر قطر ونسأل الان سلموا لديدي معكم افضل البنت سعلم لديك مكونات لديه يعاني شوكو لدينا احجو اللي بزار واندي كامون وجود في الفلاح المرى والارض والحامض مصير على الحامض مصير يعجبني على الحامض العادي المهم ان شاء الله سوف نصوب الشرمولة ونخلطها ونصوب الحوت في شرمولة وعلى فكرة البنات لم تغدرها هائلة بالنسبة للحوت وعلى فكرة البنات وعلى فكرة البنات وعلى فكرة البنات وعلى فكرة الملحة والحامض كافية وعلى فكرة البنات وعلى فكرة البنات وعلى فكرة البنات وعلى فكرة الملحة او هيتم سرمولة القصبر مع النسل والتوم وهذه الشرمولة التي تنذير وكتشترم الملحة وضعون وغيرها والسفة وستمنا ان يكون نفيدكم بالفيديو ياتذياء وليا البنات وشكرا لكم بزاف على المتابعة دي لكم القناة دي هالي هاد الفضل كله سيرجع ليكم وما تنسوش تخليوا لي كومونتير اللي عجبتها الوصفة تخلي لي كومونتير ولي جربت الوصفة وعجبات هاته تخلي لي كومونتير لبنات الدعم دي لكم كيهمنا بزاف بزاف لو كان ما تكونوش نشوما احنا ما نحطوش فيديويات وما نديروش يعني انتما هم اللي كتدعمونا وعلى قبلكم كنديرو هاد الشي كامل مهمة البنات هنتما كيما شوتوا معي الحوت ديالي اراني دبطا نشرملو وغادي نشرملو نخليه في الدلاجة واحد ساعة دي المقانة باش يشرب ديك شرمولة مزيان وعاد ديك ساعة ان شاء الله غادي نبدل مرحلة دي القلي خلاص القلي راه يعني كوشي زي عرفي قلي الحوت قلي راه عادي انا شاركت معكم غير بنقية وشرملو ديالو البنات الحوت ديالي ها هو عني شرملتو خليش وساعد المقانة في هدف تلاجة على ما شرب ديك شرمولة مزيان مزيان ودب ان شاء الله غامدو طريقة لقلي ديالو انتو مشتو معايا اهنا درتوش تحيل بفورس رطب باش ميلس قليش في المقلاء ديالي اه دروري دردو مزيان عليها يتمل متفتحين مزيان مهم دب ان شاء الله هنا دردو زيت ديالي كاتسخون وهنا ان شاء الله غادي نبدل قلي في الحوت ديالي كيب اقول لكم هاد بنات هاد الوصفة وهاد طريقة ديال هاد الحوت غزالة 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 انا كان افضلها انا من اما كان يعني من لي كاتحرافلي هكا كنجي بغير هاد الحوت وتندير له هاد هاد الوصفة هكا دغية دغية مع شويش ديال مع شليده و واخراص را راكم عارفة الحوت يبغير شليده و شوي ديال فريت وهدي وهدي باش كي يجيزوين وهنا تغديت ان مهمة البنات اخليكم معايا وسبعوا معايا بطريقة ديال القلي ديال الحوت ديالي يالا هاد الناس اخليكم معايا نمهمة البنات الخطي ديالي هوا وجد وجعلها الطريقة انا كما قلت لكم لا بالنسبة لللون ولا بالنسبة الماضاق ولا بالنسبة للشكل راكيجي رائع 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 لبنات كننصحكم بها الوصورة لا تندموش عليها لبنات شكرا لكم بزيف بزيف على المتابعة ديالكم للفيديو و على المتابعة ديالكم القناة لا تنسوش تفعلوا الجرس وتخليوا لي يا جيم و شكرا شكرا بزيف يا الله البنات من القناة الفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر